السلام عليكم ورحمة الله جاء الإسلام بشريعة كاملة ومتكاملة من الأحكام تنظم للإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات ومن تلك الأحكام أحكام الرضاع والفطام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاع وهذا هو الرضاع الذي ينبت فيه اللحم وينجز فيه العظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنجز العظم وهذا ما يعرف بالرضاع المحرم فإن أرضعت امرأة طفلا قبل أن يفتم وفي أول حولين من حياته خمس رضعات أصبحت أمه في الرضاع وأما إذا أرضعته بعد ذلك فهو بمثابة جذاء للطفل لا يحرم ولماذا عبر عن الأمهات في الآية الكريمة بالوالدات؟ لأنهن اللائي ولدنا أولادهن ولأنهن الوعاء الذي خرجوا منه إلى الحياة ومنهن يكون أفضل وأنسب جذاء طبيعي لأولادهن ورغم أنه أمر فقد جئ به في سورة الخبر لأنه أمر متقرر بالفطرة السوية السليمة ولكن هل هذا الأمر على الوجوب أم على الندب والاستحسان؟ يكون على الندب إذا توفرت ثلاث شروط قدرة الأب على استئجار مردعة ووجود مردعة وقبول الطفل الرضيع للبن غير لبن أمه فماذا إذا لم تتوفر إحدى تلك الشروط؟ يكون الإرضاع في تلك الحالة للوالدات على الوجوب لأولادهن نعم صحيح تمام الرضاع يكون لمدة حولين كاملين ولكنه ليس على الوجوب لأنه يجوز الفطام قبل ذلك وهذا من تمام رعاية الخالق سبحانه وتعالى للإنسان منذ ولادته لأن لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل على الإطلاق وكان من كلام العرب أقام فلان بموضع كذا حولين وهو يقصد حولا وبعض الآخر فجيء بحولين كاملين ليدرك العرب أن تمام الرضاع يكون لأربع وعشرين شهرا وفي هذا إخبار أيضا للأزواج أن الوالدات أحقوا بإرضاع أولادهن من الأجنبيات عند التخاصم لأنهن أحن وأرق وهناك رأي آخر لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضى يقول تحديد مدة حولين كاملين ليست لكل مولود بل للمولود لستة أشهر قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإن كان الأمر كذلك فإن الوالدات يرضعن أولادهن ما يتم المدة ثلاثين شهرا ولكن الرأي الأرجح الذي عليه عامة الفقهاء أن مدة الإرضاع تكون حولين كاملين لكل مولود وثبت علميا أن الوالدات التي يرضعن أولادهن لمدة حولين كاملين أقل في الإصابة بالأورام السرطانية في السدي والمبيض جزاكم الله خيرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة